دكتور فريد ذكرت عن أنواع الحياة لكن بحب أسأل هذا السؤال عن ما هي مواصفات أو خصائص هذه أو نوعية هذه الحياة التي يقدمها المسيح الرب يسوع المسيح قال بكل وضوح في إنجيل يوحن أصح 17 وهو يخاطب الآب قال له وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته ألخص سمة الحياة الأبدية في أمر هو الحياة الأبدية تتسم بأن الإنسان عندما ينال هذه الحياة تنفتح عيناه ويدخل في شركة في تمتع في معرفة بالله قبل أن ينال الحياة ربما يدرس عن الله عن المسيح يقرأ لكن بلا علاقة حية بمجرد أن ينال الإنسان الحياة الأبدية تجد له علاقة مع الله وأترجمها في أمرين الأمر الأول رغبة في الصلاة لست أقصد الصلاة كفرد أو واجب نفعله بطريقة أوتوماتيكية لكن الصلاة بمعنى التلذف بالله داود يا الله إلهي أنت إليك أبكر عطشة إليك نفسي الأمر الثاني التغذي بالكتاب المقدس فالكتاب يقول عن نفسه اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به فهذه الحياة الروحية تتنفس بالصلاة وتتغذى بكتاب المقدس